موسيقى نشرة الأخبار من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم البداية بالحدث بعد الفاصل المستهل قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الصهيوني ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية رح ضحيتها تسعة وستون شهيدا ومائة وعشرة جرحة وزارة الصحة وفي بيان لها الخميس أعلنت ارتفاع حصيل الضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى واحد وثلاثين الفا وثلاثمائة وواحد واربعين شهيد وأكثر من ثلاثة وسبعين الف جريح منذ السابع أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم استشهد ستة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة غزة وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على تجمع للمواطنين عند دوار الكويت في غزة أثناء انتظارهم مصول مساعدات إغاثية ما أدى إلى استشهاد المواطنين الستة وإصابة ثلاثة وثمانين آخرين على الأقل جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أعلنت وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين أونروا عن استشهاد أحد مؤظفيها على الأقل في قصف صهيوني استهدف مستودعا للمساعدات في مدينة رفح وقالت الوكالة في بيان إن القصف الذي طال مركزا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلف أيضا إصابة اثنين وعشرين آخرين فيما جرى نقل جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح حرام إحنا مؤسسة دولية يعني إحنا عكل هاد عشان الناس لو بطل نروح إنهم في دورنا ليه لنهار في الشغل ليه لنهار في الشغل عشان خدمة اللاجئين حرام طلع هذا مش منزه هذا بنوديه كله اللي كبار السن والأطفال هاد إيش هاد حرام إحنا في مقر يعني محمي دوليا مع مرفومة هذه كيف طيان حتى لا إذا يجب يجب يخصف مكان زي هذا إحنا نحن نحميها ناس عزل إحنا يعني إحنا جايين نسلم النازحين هنا جايين نسلم النازحين جاي فيه ناس من الشمال من كل جايين يتسلم يعني هذا مقر الأمم المتحدة لازم يكون هنا في حماية إله أهلا نطرد إحنا شغلين هنا بحماية الأمم المتحدة قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا الباناز إن إسرائيل تجتث شعبا من جذوره في إشارة إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة جاء ذلك في تغريدة لها على منصة إكس تعليقا على منشور المفوض العام لأونروا قال فيه إن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة منذ السابع أكتوبر أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال أربع سنوات وأشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى أن هذه المجازر بحق الأطفال في غضون خمسة أشهر وقعت في منطقة تعادل مساحة مدينة فيلادلفيا الأمريكية في خمسة أشهر قتلت إسرائيل عدد من الأطفال في شارية من الأرض بحجم فيلادلفيا أكبر مما قتلته جميع الصراعات في جميع أنحاء العالم في السنوات الأربع الماضية مجتمعة اجتثاث الشعب من جذوره قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلام معروف إن جهود إغاثة الشعب الفلسطيني تظل ضعيفة ودون الحد الأدنى المطلوب وذلك في ظل الحديث عن انطلاق سفينة محملة بالمساعدات من ميناء لارنكا القبرسي متوجهة إلى غزة معروف وفي تصريح لها الأربعاء أكد أن معطيات عدة تجعل الألية محل نظر دعيا إلى الضغط على الاحتلال لإدخال قوافل المساعدات برا وعبر المنافذ المعروفة بحسب ما تم الإعلان عنه فإن حمولة السفينة لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين وستستغرق أياما ولا يعلم حتى اللحظة أين سترسو وكيف ستصر لشاطئ غزة فضلا عن أنها ستخضع للتفتيش من قبل جيش الاحتلال وعليه تصبح جدوى هذه الآلية محل نظر والأجدر بالجميع الضغط على الاحتلال لإدخال قوافل المساعدات برا وعبر المنافذ المعروفة كرفح وكرم أبو سالم أو تفعيل معابر المنطار والشجاعية وبيت حانون يجب أن يتداعى المجتمع الدولي عاجلاً وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعاً وأفضل وسيلة لذلك هو عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخال سريع للآلاف من شاحنات المساعدات والإغاثة التي تصطف على الجانب المصري من معبر رفح ويرفض لاحتلال إدخالها رئيس المكتب الإعلامي في غزة أضاف أن الواقع الحالي في غزة يفرض على المجتمع الدولي ضرورة تداعي سريع وعدم البحث عن ذرائع تبرر للاحتلال رفضه إدخال المساعدات إلى القطاع حسب تعبيره هذا الواقع يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التداعي السريع وتسمية الأمور بمجتمعاتها وعدم البحث عن ذرائع ومبررات تحاول أن تبرر للاحتلال رفضه لإدخال المساعدات عندما يتم الحديث عن آليات مختلفة سواء عبر البحر أو عبر الجو أو غير ذلك هي حقيقة مجرد ذرا للرماد في العيون ومحاولة لتبرئة الاحتلال من الجريمة هذا وطلب الاتحاد الأوروبي لاحتلال الصهيوني بفتح معابر إضافية إلى جانب الممر البحري من قبرص حتى يتسنى وصول مساعدات أكبر إلى قطاع غزة وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيزا لنارش تشيتش في منشور له عبر منصة إكس إنه يجب السماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة بما في ذلك الشمال وتخفيف القيود بشكل عام وفق تعبيره أظهرت صور نشرة وكالة رويترز بدأ أعمال بناء رصيف بحري على ساحل قطاع غزة وذلك بعد إعلان واشنطن نيتها إنشاء ميناء بحري لإصال المساعدات إلى سكان القطاع المحاصر منذ أشهر من قبل الاحتلال الصهيوني يتهدى في ظل تعضر إصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر البرية إذ تتكدس آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات على معبر رفح ولا يسمح بإدخال سوى عدد محدود منها هي صور تظهر ما قالت رويترز إنها أعمال بناء رصيف بحري على ساحل قطاع غزة خطوة تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها إنشاء ميناء يهدف لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع المحاصر منذ أشهر من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبينما يسود حتى الآن تكتم رسمي من جانب واشنطن حول المكان المرتقب لإنشاء الميناء أعلن الجيش الأمريكي توجه عدد من سفنه إلى غزة لإنجاز المشروع الذي سيسمح حسب القيادة المركزية الأمريكية بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع رصيف بات يثير الدهشة والفضول بقدر ما يثير من شكوك لمعرفة موقعه المحتمل فضلا عن طريقة تشغيله وإدارته والجهات التي سيعهد إليها تسلم وتوزيع المساعدات داخل القطاع المنكوب أنا ما أخشاه يعني إنه تكون قضية الميناء العائم هذه بديلا عن منظمات أو جمعيات وبالتحديد أخشى ما أخشى أن تكون بديلا عن الأنوروة في هذه المرحلة مشكلة أنا بحس بأنه له أهداف تانية هذا الميناء والهدف اللي أنا شاعره بأنه قد يكون إغلاغ لمعبر رفح ويكون هذا هو البوابة لإخراج قطاع غزة خارج قطاع غزة وتهجير الناس زي ما بقولوهم مش قصريا هي تكون اختياريا لكن هي قصريا بحكم الأكل والشراب يعني لما يكون ممار هذا هي مثل الأغضية الساحنات واكفة على المعابر كثير واقفة مش رادين يهود يدخلوها هيك فجأة وافقوا أنه ينفتح ميناء عشان الانساعدات تدخل ما هي المعابر فاتح اللي بدون يدخلونا وفيما حل اليوم الثالث من رمضان ومعظم سكان قطاع غزة يتضورون جوعا وعطشا كررت الأمم المتحدة التحذير من أن إرسال المساعدات بحرا أو إسقاطها جوا لا يمكن أن يحل محل تسليمها برا قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن الميدان والمفاوضات خطان متوازيان دعيا الإدارة الأمريكية إلى بدل جهود مضاعفة لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة في الشمال وأضف هانية في تصريح أن حماس ترتكز في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة حسب تعبيره مؤكدا أن الحركة تسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على الفلسطينيين لافتا إلى أن الفرصة متاحة من أجل توصول إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة الاحتلال عن تعنتها موقف بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق والإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال الميدان والمفاوضات خطان متوازيان وترتكز الحركة في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا والفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة المحتل عن تعنتها الضفة تتعرض للتنكيل بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة والثوابت السياسية لقضيتنا لكني أقول بأن كل هذا التنكيل والقمع لن ينجح وسوف تذروه الرياح هذا وأشرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بما وصفته الموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة الذي رفض بحسم التجاوبة مع مخططات الاحتلال الصهيوني الهدف إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن صف الوطني الفلسطيني وفق تعبيرها حماس وفي بيان لها أكدت أن هذا الموقف الأصيل لعائلات وعشائر غزة يثبت وحدة وتماسك المجتمع الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر كصمام أمام أو أمان للجبهة الداخلية وحماية ظهر أبنائهم في المقاومة حسب وصفها فدفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مدينة نابلس ومخيمي العين وعسكر القديم وأكدت مصادر محلية أن أليات عسكرية صهيونية ترافقها جرفات اقتحمت عدة أحياء وشوارع في المدينة على غرار الجهة الشرقية منها الجبل الشمالي ومخيم العين وحي الحيطان بالبلد القديمة في وقت دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو غرب مدينة نابلس حيث اندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار وقنابل الصوت قام مئات المحتجين المناهدين لحرب الاحتلال الصهيوني على غزة بإغلاق الصالة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف دائم وفوريا لإطلاق النار في غزة مطالبين العالم بالتحرك من أجل غزة وبالكف عن تسليح الاحتلال يأتي هذا في وقت تشهد الولايات المتحدة في الأوين الأخير احتجاجات كبيرة ومتكررة تدعو رئيس الأمريكي جو بايدن إلى تسريع وقف الحرب على غزة تحدث وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف الأربعاء مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المكلف بمصاري السلام في الشرق الأوسط سيبان كوفمانز بيان للخارجية الجزائرية أوضح أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطع غزة كما بحث وفق المصدر ذاته سبل دعم الجهود الرامية إلى فرض وقف إطلاق النار والتمكين لجهود الإغاثة الإنسانية فضلا عن أفاق دفع المجموعة الدولية نحو إيجاد حل عادل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية يضمن قيام الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف قالت وزيرة تضامن الجزائرية كوتر كريكو إن الشعب الفلسطيني واجه آلة القتل والتدمير من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لسيما المرأة الفلسطينية التي ما تزال تعاني منذ نكبة بلدها واحتلال أرضها كريكو في كلمة لها خلال نقاش مفتوح حول تعزيز منع نشوب نزاعات في مجلس الأمن الدولي دعت كل من يناصر القضايا العادلة للمرأة ألا يبقى ساكتا وأن يطالب بوقف آلة القتل الهمجية بحق الفلسطينيين والفلسطينيات لا يمكن مناقشة موضوع اليوم دون التطرق لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة القتل والتدمير من قبل قوات الاحتلال إنها حرب على المرأة الفلسطينية وعلى الطفل الفلسطيني وعلى كل من يناصر القضايا العادلة للمرأة وأن لا يبقى ساكتا وأن يطالب بوقف آلة القتل الهمجية بحق الفلسطينيين والفلسطينيات أهلا بكم من جديد نشرتنا متواصلة وفي خبر آخر أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا مضادا لسفن في خليج عدن القيادة المركزية الأمريكية وفي بيان لها الخميس أكدت أن الصاروخ لم يؤثر على أي سفينة بخليج عدن مضيفة بأنه لا تقارير عن إصابات أو أضرار لافتة في السياق إلى أنها نجحت في تضمير أربع مسيرات وصاروخ أرض جو في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن هذا وقالت جماعة الحوثي إنها لن توقف عملياتها في البحر الأحمر حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ورفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحائه وشدد المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في منشور له عبر منصة إكس الخميس على أن اليمن لن يتخلى عن هذا الموقف معتبرا ذلك مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن المقاومة أو مقاومة وصمود غزة أقرب إلى المعجزة مشيرا إلى أن نتائج السابع من أكتوبر تمثل إنجازات استراتيجية تمس أصل وجود ومستقبل إسرائيل على حد تعبيره نصر الله شدد في كلمة تلفزيونية أن مختلف الجبهات المساندة للمقاومة في غزة تكمل عملها وعلى رأسها جبهة لبنان التي تؤدي واجبها وتقوم بدورها بشكل كامل بهذه المعركة على حد وصفه استقبل وزير الخارجية الجزائرية حمد عطاف الأربعاء المبعوط الخاص للرئيس الأذري إلتشين أمير بايوذ بيان للخارجية الجزائرية أوضح أن الطرفين أشادا خلال لقاء بالزخم الذي تعرفه العلاقات بين الجزائر وأذربيجان وأكدا على ضرورة الدفع بها إلى مجالات أوسعة وأفاق أرحب لسيما في الميدان الاقتصادي وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات تنائية المقبلة التي تتزامن مع إحياء البلدين هذا العام للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما كما بحث الطرفان وفق المصدر ذاته مستجدات الأوضاع في فضائي انتمائهما الإقليمي وتبادل الرؤى والتحليل حول الجوانب المتعلقة بمسألة الانتقال التقوي في سياق مخرجات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر مؤخرا واستعداد أذربيجان لتنظيم مؤتمر باكو حول تغيرات المناخية شهر نوفمبر المقبل جددت وزيرة تضامن الجزائرية كوتر كريكو عزم الجزائر الذي أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد بون على تعزيز دور المرأة في السلم والأمن وترقية مكانتها في مختلف مجالات الحياة على المستوى الوطني والقري والدولي كريكو في كلمة لها خلال نقاش مفتوح حول تعزيز منع نشوب النزاعات بمجلس الأمن الدولي أكدت حرص الجزائر على ترقية دور المرأة في حل النزاعات والوقاية منها بما يتمشى ومبادئ السياسة الخارجية يشارك الخميس وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائرية سين وليد في فعاليات المؤتمر العالمي للمقاولاتية المنظم في مدينة كيبتاون بجنوب إفريقيا ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 مشارك من 43 دولة إفريقية وأكثر من 15 وزيراً إفريقياً مهتماً بمواضيع ريادة الأعمال والمقاولاتية بل إضافة إلى قادة فكر وفاعلين دوليين في المجال وتهدف مشاركة الوزير يسين وليد في هذا المؤتمر إلى دعم تطوير الشركات الناشئة والشركات المصغرة في إفريقيا فضلاً عن خلق بيئة تمكينية لرواد الأعمال الأفارقة لخلق فرص عمل وإنشاء روابط مهنية بين الشركات الإفريقية بالإضافة إلى إبراز الدور الريادي للجزائر في مساعي تأسيس نظام بيئي إفريقي محفز لريادة الأعمال بشأن آخر حذرت منظمة أنقذ الأطفال غير الحكومية الأربعاء من أن أزيد من 230 ألف طفل وامرأة حامل أو أنجمنا للتو مهددون بالموت جوعاً في سودان الذي يشهد اقتتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع لأكثر من عشرة أشهر وتشير المنظمة إلى أن ما يقارب ثلاثة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية فيما يعاني 700 ألف طفل وتسعة وعشرون ألف طفل إضافي دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد وهو أخطر أشكال الجوع مؤكدة أن السودان دخل في واحدة من أسوأ الأوضاع الغذائية في العالم نحو 230 ألف طفل وامرأة حامل أو أنجبنا للتو مهددون بالموت جوعاً في السودان في الأشهر المقبلة بسبب الجوع إننا نشهد جوعاً ومعاناة وموتاً هائلاً أكثر من مليونين وتسعين مائة ألف طفل في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد كما يعاني سبع مائة وتسعة وعشرون ألف طفل إضافي دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد وهو أخطر أشكال الجوع وأكثرها فتكاً دع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس المواطنين الروس إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة بدءاً من الجمعة إلى السابع عشر مارس لتعبير عن وطنياتهم على حد وصفه بوتين وفي مقطع فيديو بثو تلفزيون الروسي الرسمي الخميس أكد أن أداء الواجب الوطني والمدني إنما هو من أجل مستقبل روسيا مضيفاً أن المشاركة في الانتخابات تعني إظهار مشاعر الوطنية ليس عليكم الإدلاء بأصواتكم فحسب بل يجب أن تعلنوا بحزم إرادتكم وتطلعاتكم ومشاركتكم الشخصية في تعزيز تنمية روسيا لأن الانتخابات هي خطوة نحو المستقبل اسمحوا لي أن أكون واضحاً للغاية إن المشاركة في الانتخابات هي مظهر من مظاهر مشاعر الوطنية وسكان دومباس ونوفو روسيا يدركون ذلك جيداً لأنهم يصوّطون لصالح الوحدة مع روسيا في أقصى الظروف وسوف يؤدون اختيارهم في الأيام المقبلة مشاهدنا بشأن الروسي نختم نشرتنا للمزيد من التفاصيل زوروا منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة في أمان الله اشتركوا في القناة